بلمس القريب كانوا لجراء اليوميين ومن ثم انتقلت الوقفات الاهتجاجية الى الاداريون وبعدها استقرت اخيرا عند مهندس دائرة صحة البصرة ويبدو ان دائرة الصحة لم تقوم بتقديم الخدمات الى موظفيها الذين يسهرون الليالي من اجلها فكيف تقوم بخدمة المواطنين الذين هم خارج نطاق الدائرة اليوم عندنا وقفة اهتجاجية لمهندس ادارة صحة البصرة موضوع الوقفة الرئيسي هو حجب مخصصات 30% عن الكادر الهندسي بدون اي مسوق قانوني وكرر بدون اي مسوق قانوني صرفت لكافة الكوادر الموجودة عندنا ومبروك عليهم ولكن كادر الهندسة استثني من هذه الفقرة احنا نقول بالنسبة ان قانونا قانونا عندنا قرار 16 مجلس سوراء عندنا مخصصات خطورة مخصصات هندسية فالجماعي الصورون جاي يضارب وحنا عدنا بالوقاع العراقي وبقية القوانين لما ماكو اي تضارب بين مخصصات مجلس سوراء وبين صلاحية الوزير نوصل مظلوميتنا يعني عبر الاعلام للمسؤولين لمدير دائرة الصحة لانه بالفترة الاخيرة صرفه الخطورة للموظفين ككل ما عدا المهندسين بينما المهندسين وبعلم الجميع وبعلم الطبيب انه يتعرض للخطورة حتى احيانا اكثر من الطبيب لانه مسؤول عن صيانة المستشفيات المراكز الصحية اللي يدخل بها حتى للحمامات الصحية للردهات البقاء ماكن الخطورة في فترة الكورونة تعرضنا احنا وعوائلنا بسبب احنا تواجدنا اليومي بالمستشفيات وبالمراكز المهندسون الذين نظموا وقفتهم الاحتجاجية بالقرب من دائرة صحة البصرة مطالبين بصرف الاستحقاقات المادية وحقوقهم التي سربت في وضح النهار داعين في الوقت ذاته الجهات المعنية لحل مشاكلهم لان احنا مهمشين الصراحة بالدائرة المهندسين الوحيدين الكوادر الهندسية اللي بعمم العراق المهمشة هي بدائرة صحة البصرة لان دائرة صحة بوزارة الصحة بصورة عامة لان وزارة الصحة هي وزارة طبيب جميع الوزارات بالمستشفيات بالعراق او بالبلد هي يديرها مهندس واللي يتحكم بها مهندس عدى وزارة الصحة صلاحة احنا نعمل بتماز مباشر مع ضمن الاعمال الصحية بالمستشفيات وعدد كبير من عدنا المهندسين يعني نصبنا بالفيروس نفسه انا واحد من الناس نصابيت بالفيروس يا صراحة اه نلاحظ بمقابل هالشي نلاحظ يعني تم حجب المخصصات الخطورة عننا يعني ما ادري السبب شنو يعني الصراحة ننطالب دارة صحة البصرة مدير دارة صحة البصرة محافظة البصرة بنصاف شريعة المهندسين العاملين في مجال الصحة ثلاثين بالمية مخصصات الخطورة احنا الكادر يعني قلنا قيمتنا وكان لنا دور مشرف وخصوصا في جائحة كورونا يعني كان الدوام عندنا مية بالمية باقي الدوائر خمسين بالمية ويرى اخرون بان الذين وقفوا في الخطوط الامامية عند جائحة كورونا وقدموا اغلى ما يملكون فان الخطورة وغيرها من ابسط الاشياء التي تقدم لهم الوقفات الاحتجاجية لابناء الصحة تتجدد يوما بعد يوم والجميع يطالبون ان تصرف الاستحقاقات المالية ليس على اساس العلاقات والمحسوبيات ولجهة على حساب الجهة الاخرى علي نعيم لقناة وطن مدينة البصرة